السلام عليكم لبنائت ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة يوم ان شاء الله رح نقدم لكم وصفة فرنسية في قيمة لبناء وقيمة اللداء والروعة شكل هارقي ومميز تصلح يعني لهاكا مناسبتكم تصلح تفرحوا بها عائلتكم وهنايا طبعا لانو انا ديما نمدلكم اقتراحات فهنايا ننصحكم هي تجي يعني جنيغالموت تجي لحجم تح كبير يعني تجي كواحدة تقدروا تدروها حجم متوسط يعني هكا ضيوفكم تقدروا تدروها في الفيانسا يعني في حفلات الخطوبة تدروها حجم صغير خلاح وهكا تحبوا تقدموها مع الجي يعني في اول الخطوبة تحبوا تقدموها في الأخر مع المكثيرات ومع التاي هنايا ووش حبيته تقدرو حتى تقدموها في الأعريث يعني في السهارات مع التاي هناك ما حبيته وهناك تتحكم منتوما في الحجم طبعا لما نعطيكم مقادر صغيرة برك بيش ندروها كحبيبات نضوقوهم ومرة خلاف حبيتوا تديروا هالكاش مناسبة تقدروا اضعفوا المقادير وهنا نقولكم هاد الوصفة جيت حساسة فيعني مستحيل انه تقدروا تخدموا بالملعقة لبنات الميزان والله غير ما هو شغالي خلاه تقدروا تشريه واحد وهكا تيفيتي والكيس لانه الملعقة تيعي مش كيمة تاكم معناها المقادير مش رح تكون مضبوطة هنا نحتاج 63 قرام هنا وزنت بالقرام 63 قرام انت حليب 63 قرام انت عما نحتاج الفارينا 75 قرام هنا كنت نهدرهم بعد حبيت نهدر نسجل صوت خير نحتاج زوج بيدات و55 قرام انت زبدة نحتاج 3 قرام انت صكر ورشة انت ملح كما سبق قلت لكم الاختلاف يعني في الملاعق كان المسطحة كان الغمقة كان الكبيرة كان الصغيرة في الملعقة جامي جامي تحدد لكم يعني الكمية نتعى المقادير حتى ولو نقولكم ملعقة مع مرضة بتاعلي بالكم زبدة كين نهزوها من البواطن تحها ما يعني ممكن انا نهز كمية كبيرة ونقولكم ملعقة كبيرة وانتم الملعقة هذيك ما تعمروهاش مانبا يعني مش رح تفهموا عليا لبنات فهنا نتمنى من الافضل لو تستعملوا الميزان على كل حال المقادير رح ننكتبها لكم في التعليق المتبت وازفاء المقدمة الطويلة نروحوا لطريقة التحضير اولا رح نحضروا لباتاشو هنا في كسرونة وعلى نار متوسطة حطيت الحليب والماء حطيت السكر والملح وحطيت الزبدة نخلي الخليط انتعنا هذا حتى يعني يصخن حتى هذيك الزبدة الدوبة تماما ثم نضيف الفارينة اللي هي 75 جرام مع التحريك المستمر نبقى ونحرك ونحركوا حتى هذيك يعني الفارينة تنشف وتمتص كامل هذيك السوائل ونواصلوا التحريك جيدا حتى العزينة ننشفوها مليح يعني ما يبقاش فيها الآثرة هذيك الماء ولا الآثرة هذيك الحليب ولا الماء الموجود في المارغارين يعني هنا رح تعذبكم شوية فوق النار انا ما حبيت هنا نحن المقطع يعني باش تلاحظوا مليح وباش تفهموا عليها مليح هنا راني دق النشفها حتى تولي كتلة واحدة عزينة واحدة بهذا الشكل لاحظوا مليح الطريقة طبعا قلت لكم الميزان ضروري ضروري انا رح نبقديما نمدر الملاحظة هذي حتى تشريو ميزان ثم بعد من الشفط لبات انتعي جيدا حطيتها في وعاء كما راكم تلاحظون نخليها نفككها كشوية بالملعقة ونخليها تبرد من جهة اخرى رح نحضر الكرام باتي سياغ هنا في كاثرونة حطيت ربع لتر انتع حليب مع ملعقان تاع فانيليا اذا عندكم سائلة ديروا سائلة اذا عندكم فانيون بودر ديروا فانيون بودر هنا يديروا وش متوفر عندكم انا هنه رح نحضرها بش نخدم بيها الكرام ديبلومات نحطها فوق النار لطن اللي لحلي بيسخن هنا يفي وعاء من جهة اخرى حطيت ثلاثة انتع صفار تابايد ندلها مزوج مغارف كبار معمرين انتع سكر ونخلطو هكا نخلطو مليح ونبعد نزيد ثلاث مغارف كبار ماشي معمرين بومبي يعني يشوفوا ابي بخيبرك انتع مايزينا ونواصل الخفق اهنا يكون الحليب انتعنا سخن نخدوه نجيبوه منه ونحطوه غير قطرات الخاليط البيض انتعنا ونحركوه بسرعة باش هدك البيض ميطي باش من بعد نهزو هدك الخاليط نعودو نرجعوه يعني للكسرونة ونعودو نرجعوها فوق نار قريبة من المتوسط مع التحريك المستمر حتى تعقد لك خامنتانا هي صح شوية رح تعد بكم في التحريك ولكن طول باشتعقد ولكن ضروري هكا باش هدك رحات البيض تختفي تماما وحنا نحركو ومن بعد هنا تحبو لبان يديرها فالاخر دير وانا حبيت نديرها فاللول ثم وشية لما نحيتها فوق النار دتلها نص ملعقة كبيرة نتع زبدة وحركت كما سبقوشتي وحتى دابت هديك الزبدة تماما ثم هنا يجبت غيسابيون وفرقت فيها هديك لك خامة كاملة نجي بابي فيلم ونغطيها بحيث نغطي السطح فقط باش ما تتشكلناش هديك القشرة اللي تجيه في الاكخيم ومبعد ندخل الاكخيم نتعي للتلاجة ونخليها حتى تبرد تماما وتتمازك باش نكملوا المرحلة الموالية انتا لاكخيم ديبلومات انتانا هنايا بعد ما بردت لابات انتعنا البيضة الاولى راح نضيفوها ورح نبقى ونحركو طبعا في المرحلة هادي تقدروا تستعملوا الباطاق تقدروا كذلك تستعملوا الفوي هو في الولد بينكم انضيغي مثلا ما يعني ما دارت لابات ما تجانست ثم بعد ما عدت حريك المستمر راح تتجانس هادي بالنسبة للبيضة الاولى لما نهزوها بالملعقة نقاوها تقيلة كليا وبسيف تهبط بس بركلي اني مزرب الفيديو بندلكم هابطات ليهليه طبعا وش ندير البيضة التانية نخفقها ونزيد غير بالشوية هنا هي راح تيدية وننضيروش كما انا زيدوا غير بالملعقة وشوفو حتى يعني لما تهزوها بالملعقة تجي تقيلة في نفس الوقت تهبط يعني تهبط متقطعة تهبط لك عفوا لابات متقطعة بهذا الشكل احنا لبنات جبت صينية الفرن دهنتها بالزبدة وكوفريتها بالبورقة الزبدة حطيت لابات متاعي في الابوشا دوي درت لادوي هدي المثنانة وشكلت هكا دوائر كما نخدموه اللمبوت ولفوق تعيراني شاعلت ويسخون على 150 دراجة لما شكلت دوائر انتعيد هنتهم هكا ببقايا البيض هدك اللي بقا لي من لابات ثم نزينهم باللوز ايفيلي ثم ندخل هم كما قلت لكم لاباتاشو لازم طيب على نار هادئة جدا باش يعني باش يجيوا فرغين يجيوا خفاف حطوها ونساوها مزيدوش حلو لفوق حتى تشوفوها تحمرت كليا ومبعد وشية طفيو لفوق وخليوها تنشف وحديها يعني لازم طيب اكبر وقت ممكن على النار هادئة ها هما بعد ما طابوا وتحمروا هكا كوحدهم بدرجة يعني حرارة الفرن وبلمش على لي هما من فوق هكا نضمن باللي طابوا جيدا رح نقسمهم لكم هكا بالمنشار بيتشوفو كيفاش يجيوا من داخل رح يجو فرغين وخفاف وهكا رح تضمنوا باللي طابوا جيدا يعني لاباتاشو حساسة جدا في الطيب انتحها نروحو نكملو نخدمو لك هم ديبلومات انتعنا هنا يا حطيت نص كاس متاحلي بمعكاس غير بعتها بودرة شانتيه باش تجيني تقيلة حطيتهم حوالي ربع ساعة في المجمد يعني باش يبردوا جيدا تخلطهم كما هكا باش ما يعني ما تطايرش البودرة ثم نخفقهم على سرعة بطيئة ثم نزيدوا السرعة حتى تتماسك الكريمينتانة جيدا بهذا الشكل هني وش ندير رح ناخد هديك الكريمينتال باتي سيار اللي سبقوا خدمتها ورح نخفقها هنا رح يتمسكت لي انه كانت في التلاجة رح نخفقها حتى تاخد قوام كريمي ثم رح نبدأ نضيف يعني كريمة شانتيه هكا تدريجيا بالملعاقة احنا درت حوالي ربع ملاعق هكاك ونخفق ثم ما لازمش نجري ولا كريمينتانة شوفوا كيف هلاحظوا ننزيد بالملعاقة ونخفق ونزيد بالملعاقة ونخفق ونشوف في القوام لاحظوا بعد في الاخير رح نكهها يعني اللاكريمتاعي بشوكولات بخاليني رحيتوا تتبع لبنات رحوا فقط عند الحلوان يقولوا له شوكولات بخاليني رح يمدها لكم هنا رح ندير منها منها زوج ملاعق ونصف كبار تجي يعني باللوز وتجي بزافة بنينة وتمد يعني نكهها روعة للكريمة انتعنا هنايا بعد ما نخفقها جيدا وتتجنس المكونات نرجع لها كريمتاعي للتلاجة هكاك 1 ربع ساعة هنايا قسمت كامل لي كايك انتعي على زوج كل واحدة حطيت احدها شابون تاحا وحطيت لك خامن تاعي كما راكم تلاحظوا في الابوش عدوي بعد ما خرجتها من التلاجة وبديت نقليكي فيها كي مشتوا درتهم كامل ثم اخديت سيكخا غلاس حطيتو في صفايا ورشيت عليهم هدي هي لمسة نهائية انتحهم وهدي هي النتيجة النهائية حابو باتي جربوها ورجعو لي اكيد راح تعجبكم فاجئو بها كما قد كم مع عائلتكم اصدقائكم ضيقائكم حاجة لي بخيزون طابل وتحمر الوجه تقدرو ديروها كي ككبيرة هي المفروض الباغي بغاية هذه الفرنسية تجي كي ككبيرة ولكن حبيت يعني ديرو حاجة لي تكون ريفة تقدرو كذلك مسبق قطلكم ديرو ديروها اقل الحجم من هكا تديرو غدو بوراة الصغار وهكا تقدرو ديروها في الفيانساي حاجة لي تكون انبدلة كم علي بلكم لباطاشو بزف بنينة خصوصا كتعود بكريمة كيما هكا كريمة ديبلومات منكها بالبخاليني نستنى تطبيقاتكم ان شاء الله تمنى تديرو اللي جان في الفيديو نلتقي في فيديو لاحق دمتون في عائل الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة